أهلاً بكم في حلقة جديدة نتابع فيها آخر التصريحات خاصة المجموعة المضربة على الطعام في تونس العاصمة في مقر حزب حلقة تونس الإرادة فما برشة كلم معليهم فما برشة منظمات قاعدين يلفتوا في الانتباه متاع المنظمات الحقوقية فما وفد طبي ساعة زار المضربين على الطعام اليوم بشي لهم وبشيعين معنى الحالة الصحية نذكروا ما بعدنا وقت بدين الإضرب الطعام هو بدين هالخميس اللي فيت تحت شعارهم أطلقوا شعار أنه يعني مقاومة بالأمعاء الخابية للدفاع على الحقوق والحرية ورفض التضييق عليهم ومعارضة سجن الصحفين والمدونين ومحاكمتهم بسبب مواقفهم وأراءهم وتصليط القضاء ضد الخصوم السياسين إلى جنب التنديد بالفضل الوحشي للاعتصام اللي نفذوه معارض الرئيس التونسي قيس سعيد نهار 17 ديسمبر في ذكراء الثورة في شرع لحبي بورقيبة في تونس العاصمة هذا الكلم الكل اللي قولوه الناس المضربة على الطعام بشي بروا الإضراب متاحهم وعليش واشنو الأسباب متاحهم وهذا أيضا ما أكدته لمية لخميري رئيسة الحزب على كل خليني نقول إنه المجموعة المضربة على الطعام قادة تلفت في الانتباه فما صورة ريجة بشكل كبير على السوشيال ميديا اللي هي صورة جوهر بن بارك وأخته وبوه ويلده راجل متقدم في السن مضرب زدهو على الطعام وفي اللحظة اللي كانوا يقنعوا فيه بيش هو يكل على خطر صحته ما تسمحش وما تقاومش فما شكون نصورهم والتصويرها قادة دور بغض النظرة عليش التصوير هذي ولا يعني فما ناسا اعتبرتها متاجرة هاوك هما طالع شوه عليش يصوروا فيه ميل وفما ناسا اعتبرت أو تعاطفت بشكل كبير مع هذيها الصورة لأنه الصورة هذي رجت بشكل كبير يسير في الأوساط الأعلامية في تونس أكثر شي على أنه هو يعني راجل متقدم في أسن عبدالتي في الماكي يعني شفنا برشا ما ويقف ضد رئيس الجمهورية في الفترة الأخيرة يقول لك رئيس الجمهورية ما هو شعاطي حتى أهمية ولا يكترث ولا يعرف مدى أهمية المكسب الديمقراطي لأنه لم يناضل يوما واحدا هكذا كان تعليق وزير الصحة الأسبق والقيد المستقيل في حركة النهضة عبدالتي في المكي يقول أنه الطريقة اللي بدت بها رئيس الجمهورية المكسب الديمقراطي تبعث على الاستغراب في الظاهر يقول لو كنت أمل لحكيها ونخزر الموضوع ذي تونا القاو أنه واحد من التفسيرات هو أنه هذا الرجل يعني يقصد في قيسي سعيد لم يناضل ولو يوما واحدا من أجل الديمقراطية ولم يكن له أي التزام نظالي وهذا ما يجعله لا يستشعر أهمية المكسب الديمقراطي ولا يعرف ما كلفه ذلك من ألام ودماء إلى غير ذلك من كلام يعني عبدالتي في المكي طبعا نلقى أيضا القاضي أحمد سويب يقول الدولة في حالة احتضار وتقديرات سقوط سعيد قريبا مطروحة بشدة يقول أنه الرئيس لا يؤمن باستقلالية القضاء يعتبر مرفق عمومي لا يحترم أحكام القضاء في كل مرة قاعد يعمل على ترذيل القضاء عبر الوصم والإحاء لإحراجهم وبث الخوف فيهم طبعا نلقا برشا ناس يعني علقت على إضراب عن التعام متاع المجموعة اللي هما فيهم مشكون خلينا نذكر ببعض الأسماء جوهر برنبارك شقيقت عياذ اللومي سامير ديلو عدة شخصيات أخرى نلقا إنه كتلة حركة النهضة وعدد من أعضاء كتلة حركة النهضة مشوا وزاروا المجموعة ذو من المضربين على التعام وسيندوهم وعبروا على موسيندتهم خليني نعود نذكر إنه الإضراب الجوع ذا في مقر حزب حركة تونس الإرادة المرزوقي المنصف المرزوقي كان أكد إنه مش يدخل في إضراب عن التعام ولو بصفة رمزية معهم هو موجود في باريس كان زيدا فاء يعني خرجت مذكرة جلب للإنتر بول في حقه ما هيش صحيحة لحكاية بالكل هو اللي أكد ذا والمنصف المرزوقي يعني قاعد يضغط زيدا من الخارج ويستغل في سيمة المرزوقي أو رمزية المرزوقي الحقوقية الدكتور الحقوقي اللي عنده اسم البره وعنده معنها وزن خليني يقول في السيحة الحقوقية وقاد يستغل في هذا الحكم لصالحه طبعا هو ضد رئيس الجمهورية قيس إسعيد خليني يقول إنه زد حركة النهضة قاد تدعم في هذه المجموعة المضربة على الطعام خليني يقول أيضا إنه يعني برجة أطراف وبرشة منظمات زارت المضربين على الطعام نلقاه مثلا يعني خليني نذكر بعض المنظمات اللي هي منظمة قاومة التعذيب في تونس اللي بياناتها لخيرة راهي بيانات خطيرة جدا عليش لأنه هذه المنظمة هي من مهمها أو من الحاجات الموكولة لها إنها تمشي تشوف كي بدفم إيقاف شخص تدخل للسجون يسهلوا للعمل المتاح عليش بيش تطلع على الوضع وتقول مثلا راهوا الموقفين في قضية معينة راهوا موقفين وفقا للحقوق متاحهم احتراما لكرامتهم الجسدية احتراما لهم هما وراهوا ما فهميش حتى تعدي على الحقوق والحرية وتصدر التقرير المتاح واللي التقرير المتاح راهوا هو عنده دور وقاعدين يتابعوا فيه منظمات دولية اخرى اللي سهره انه المنظمة منظمة منهضة التعذيب في تونس قاعدة تصدر في بيانات تدين رئيس الجمهورية قيس سعيد هي تقول لك اين نراني ليني مع حتى طرف ليني مع قيس سعيد وليني ضده وليني مع المعتصمين هذوما والموقوفين وليني ضدهم اين خدمتي هو اني نمشي ونراقب ونعاين ونصدر التقارير متاع هذي المهمة متاعك تلقى انتي تقول لك راه ما خليونيش الامن نوصل للمعتصمين وراه ومنعوني من اني ندخل لسجن الايقاف ونطلع على الوضع وتصدر التقارير متاحها خليني اقول اللي هذا بشي خلي منظمات اخرى تدخل زيدا وتصدر بيانات حول بين ذفري التضييق على عدد من المنظمات وعلى الحقوق والحوريات في تونس نلقى امنيستي المنظمة الدولية امنيستي منظمة العفو الدولية اللي هي قاعدة تراقب بشكل كبير ياسر وقاعدة دي ما تصدر في بيانات وتراقب وتتبع في الوضع وتصدر في بيانات انه ما فاميش يعني احترام للحقوق والحوريات في تونس وكل مرة يعني تصدر بيان هذي الكل يضعف من موقف رئيس الجمهورية قيسي سعيد في طريقة او في ظرف يعني حسيس جدا نلقى زيدا يعني تصريحات رئيس الجمهورية من انه فما مخطط للاختيال اغتيال وهو والاختيال عدد من المسؤولين هذا يعني يثير يخلي الخصوم السيسيين خلين يقول يستغلوا تصريحات رئيس الجمهورية قيسي سعيد مثلا نلقى عبدالتيف المكي مؤخرا على خلفية تصريحات قيسي سعيد على الاختيالات يقول لك يزيم الاحديث على القضايا الامنية والعسكرية بطريقة توظيفية سياسية لصالح الرئيس ويقول اللي هذا يعني انه هو يعمد لهذه التصرفات راه بهدف تشويه المعارضين متاعه وبتباعة الحال يقول لازمنا نعرف الحقيقة